احد عشر هالكا في حدث مرور مروع بالصطيف وموجة من الحرائق تشتاق عددا من ولايات الوطن اشتركوا في القناة تفاصيل النشرة الاخيرة اهلا بكم ان كانت الاسباب النتيجة في كل الاحوال فضيعة 11 هالكا و13 جريحا حصيلة تقيلة اثرى استضام شاحنة بحفلة لنقل المسافرين ببلدية ولاد صابر بولاية الصيف على الطريق الوطني رقم خمسة نوردين بن عبسة يفصل عشرة قتلى و14 جريحا حصيلة ثقيلة خلفها الحادث المميت الذي وقع في مفترق الطرق العرعير بالطريق الوطني رقم خمسة في شطره الرابط بين الصيف والعلمة سبب الحادث استدام شاحنة نصف مقطورة بحافلة للمسافرين كانت متجهة نحو شلغوم العيد ملابسات الحادث كانت نتيجة عملية تجاوز بأحد المنعرجات قام بها سائق شاحنة كان قادما من مدينة العلمة باتجاه مدينة الصيف إلى الاتجاه المعاكس أين استدم بحافلة لنقل المسافرين كانت تقل عدة مسافرين كانت قادمة في الاتجاه المعاكس لتنقلب مرتين وتستقر على بعد 35 متر من مكان الحادث المصابون يرقدون بمستشفى الخثير صروق العلمة منهم خمس حالات حرجة ثلاثة منها تم إجلاؤها نحو المستشفى الجامعي باستيف لإصابتهم بصدمات دماغية تولت فرق الحماية المدنية المجندة يسعف ونقل كل المصابين إلى مستشفى صروق الخثير بالعلمة لتلقي العلاج اللازم منها حالات مستقرة وأخرى حرجة بقى حالة حرجة واحدة تم تحويلها إلى مستشفى الجامعي أما الحالات الأخرى فهي مستقرة تسعة جرحى تماثل للشفاء وغادر المستشفى لكن لا حياة لمن تنادي فحوادث المرور تشهد ارتفاعا محسوسا منذ فترة وجيزة مقارنة بالسنة الماضية وفي نفس الفترة وإثر هذا الحادثة الأليم أبرق الوزير الأول نوردين نابدوي معزيا عائلات الضحايا مشاطرا باسمه وباسم الحكومة الآلام والأحزان ومتقدما بأخلص عبارة التعازي وأصدق المواساة والتعاطف داعيا المولى القدير أن يشفي الجرحة ويتغمد أرواح المتوفين الطاهرة بواسع الرحمة والغفران وتأمينا لطرقاتنا يندرج مسعى إنشاء مندوبية وطنية ملف ناقشه الأول أمس المجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول نوردين نابدوي إضافة إلى رخصة السياق بالتنقيط وترقيم المركبات في سياق عسرنة الإدارة وليد زرق بعد استكمال الجانب القانوني من إعداد مشاريع المراسم التنفيذية الخاصة بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمجلس الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية والأمن عبر الطرق بالإضافة إلى رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية ونظام الرخص بالنقاط وكذلك الترقيم الإلكتروني للمركبات قرر الوزير الأول نوردين بدوي وضع آلية خاصة للإشراف على دخول المشروع المدمجي للسلامة المرورية مرحلته العملية آلية تضم كل المتدخلين خاصة قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني مع منح هذه الآلية أجل شهرين لتأهيل الملف والمسادقة عليه قبل الإنطلاق في مرحلة التنفيذ هذا المشروع المندمج الهادف إلى حماية الأرواح التي تفقدها بلادنا كل سنة نتيجة حوادث المرور المتكررة له انعكاساته كذلك على الحياة اليومية للمواطني في علاقاته مع مختلف الإدارات العمومية هنا قرر الوزير الأول إعفاء المواطنين من عناء التنقل إلى المصالح الإدارية للحصول على مختلف الوثائق البيومترية والإلكترونية وجعلها تتم عن بعد وبصورة إلكترونية عبر تفعيل الاتفاقية المبرمة مع مصالح البريد من أجل إيصال الوثائق إلى أصحابها بصورة آمنة ومضمونة مع الإسراع في الاستغلال الأمثل لما توفره بطاقة التعريف الوطنية البيومترية من حلول وخدمات إلكترونية لفائدة المواطنين وهنا أمر الوزير الأول بوضع برنامج لتجسيد عملية إدراج مختلف التطبيقات المعلوماتية ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطن كالدفتر العائلي والملف الصحي الإلكترونيين وذلك بإشراك المؤسسات الناشئة والمبتكرة من أجل اقتراح حلول تكنولوجية وتطبيقات خدماتية ما يسمح باستغلال كل ما توفره التكنولوجيات الحديثة ضمانا لخدمة سريعة متطورة مشروع متكامل يدخل حيز الخدمة بصورة تدريجية وفق جدول زمني محدد يتماشى وفق ما توصلت إليه التجارب الدولية الناجحة وكذا التوصيات الأممية في تحسين السلامة المرورية وكما تفتك حوادث المرور بالأرواح تفتك الحرائق بالمساحات الخضراء والثروة الغابية والحيوانية إذ تشهد عدد من ولايات الوطن موجة من الحرائق تسعى لإخمادها مصالح الحماية المدنية من خلال تسخير كل الإمكانات وتكثيف التدخل تقول إيناس بدرة هي يوميات أفراد الحماية المدنية بتيزي وزو استعداد وهروع فور تلقي إنذار بنشوب حريق بالمنطقة أعوان الحماية المدنية وفي قلب الحدث يسعون بكامل قواهم إلى إخماد نيراني بلدية تيزي وزو لذا يمكن أن يكسب العمل أيضاً باستشارة الأمور التي نعام بها في الوطن حيث يوجد حوال 45 دقري لحيث التعامل بالمقرارة في 2018 لذلك في العام لدينا بيئة 60 فرات فرية ويقوم بعمل 200 أكتار ونحن الآن في 114 و 21 دقائق فرية ويقوم بعمل 1.800 أكتار والأمر ذاته بعدد من وليات الوطن تيسم سيلت والتي تعد الأكثر ضررا حيث أتلفت النيران أزيد من خمسة هكتارات بغابة لخراسة فضلا عن المساحات الكبيرة من محاصيل القمح والشعير وبشرق الوطن وبولاية جيجل أتلف اللهب 53 هكتار من النسيج الغبي وبقسنطين اتلف أكثر من 95 هكتار من الغطاء النبتي جراء حرائق سجلت خلال الأيام القليلة الفارطة بعين الدفلة أكثر من 990 هكتار من الغبات والغطاء النبتي وأما بالعاصمة فلتزال عملية إخماد الحريق الذي شب بغابة باينام متواصلة وذلك بتسخير إمكانات هامة من قبل مصالح الحماية المدنية إذ تم تسخير 18 شاحنة إطفاء وطائرتين مروحيتين تابعتين للحماية المدنية تم إقحام وسائل معتبرة أهمها حوالي 18 شاحنة وحوالي 5 سيارات خفيفة زائد وسائل جوية ما شاهته كانت المروحية قامت ب7 طالعة جوية وين تم إقمد الحريق في الجانب لسانك فوية اللي كانوا أمورتن تم إقمد لهم حاليا كما ركومتو شاهدون ما زالنا أم بدي فوية وين فيها بكو دو بلاز رانا معاه ورغم تجند الجميع لإخماد ألسنة اللهبي والحد من انتشار الحرائق فإن الالتزام لأخلاقية حماية الغابات والثروة البيولوجية للبلاد وبولاية تبازا سخرت مصالح الحماية المدنية إمكاناتها لإخماد الحرائق حيث كتفت تدخلاتها التي قاربت المئة في المشهد السياسي كشفت أمس الهيئة الوطنية للحوار والوسطة عن خطة عملها للمرحلة المقبلة والتي تقوم على جوالات من الحوار مع مختلف الفاعلين للخروج باقتراحات تكون محور ندوى وطنية سيدة ستتمخذ عنها قرارات ملزمة لسلطات العمومية وفي بيان توجى أول اجتماع لهذه الهيئة التي تضم شخصية وطنية ستتولى قيادة مصار الحوار الوطني أوضحت هذه الأخيرة أنها ستقوم على أساس رزنامة تضعها هي في أقرب الأجال بالاجتماع مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصية الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن طهب ليدي يفصل أكثر هل بدأنا الولوجة إلى التوقيت الصحيح نحو حل الأزمة السياسية إماطة لثام عن خطة عمل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة للمرحلة المقبلة في أول اجتماع لها قد يشكل بصيص أمل يحقق تطلعات الجزائريين ما هي تفاصيل خطة عمل الهيئة ياترة ستعقد الهيئة جولات حوار مع مختلف الفاعلين للخروج باقتراحات لتشكل محور ندوة وطنية سيدة بمخرجات وقرارات ملزمة للسلطات العمومية بيان أول اجتماع للهيئة الوطنية للحوار والوساطة أوضح أن تحركها سيرتكز على رزنامة تضعها الهيئة قريبا بعد الاجتماع بفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطية الحراك من مختلف ولايات الوطن من أجل الاستماع والإلمام بالتصورات العامة والمقتراحات العملية المطروحة للخروج من الأزمة الحالية بعد انتهاء جولات الحوار المرتقبة ستقوم الهيئة بوضع مسودة بكل تلك المقترحات المقدمة لها وفي حال وجود تناقضات محتملة ستطلع بمهمة وساطة لتوفيق بين المقترحات قبل أن تشرع في إعداد توصيات نهائية ترفع إلى الندوة الوطنية التي تتمتع بالسيادة المطلقة في قراراتها وستكون ملزمة لجميع السلطات العمومية من ستشمله الندوة؟ كل الفعاليات التي شاركت في الحوار للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية معنية بهذه الندوة وتعزيزا لدورها التشاوري التقني في هذه المرحلة أو في المراحل المختلفة سيكون باستطاعة الهيئة تشكيل أفواج عمل من خبراء قانونيين وغيرهم عند الاقتضاء كما أنه بإمكان فعاليات المجتمع المدني تقديم مقترحاتها في هذا الاتجاه وفي هذه الفترة السياسية المفصلية الهامة رأت الهيئة أن تذكر في بيانها أنها لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء تتكون من شخصيات مستقلة عن الدولة وإجهزاتها المختلفة وكذا الحراك قبل أن تجدد دعوتها للسلطات العمومية بضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين في إطارية التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا يستمع أمس المستشار المحقق إلى يوسف يوسفي في قضية معزوز أحمد المتابع بجناحي منح امتيازات غير مبررة للغير بشكل عمدي عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات تعارض المصالح الرشوة في مجال إبرام صفقات العمومية التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر امتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها طبيض الأموال وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإداع المتهم رهن الحبس المؤقت وفي إطارية تحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا استمع أمس المستشار المحقق إلى أحمد أويحيا في قضيتين معزوز أحمد وملزي حميدة المتابع بجناح منح امتيازات غير مبررة للغير بشكل عمدي عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات تعارض المصالح الرشوة في مجال إبرام الصفقة العمومية التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها طبيد الأموال وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإداعي المتهم رهن الحبس المؤقت في قضية معزوز أحمد وأمر بوضعه في إفراج في قضية ملزي حميدة تجسيداً لتعليمات الوزير الأول نوردين بدوي بخصوص قطاع الصحة بالجنوب والهضاب العليا أقرت أمس اللجدة الوزارية المشتركة التي ترأسها وزير الداخلية صلاح الدين دحم جملة من التدبير والقرارات الاستعجالية حيث تقرر تجهيز العديد من العيادات بهذه الولايات والإسراع في استكمال المشاريع إذن تجسيداً لتعليمات الوزير الأول وبعد القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الحكومة اليوم اجتمعت اللجنة الوزارية المتعددة لتطبيق كل القرارات التي تم اتخاذها ووضعها في الميدان أولاً رفع التجميد على المشاريع والتجهيزات للمناطق الجنوب ومناطق الهضاب العليا كذلك فتح ملحقات للصيدلية المركزية للمحهد باستور لكذلك الوبسيرفاتور ريجونال ديمالي تروبيكال كذلك فيما يخص المحهد العقرب على مستوى ورقلة كل هذه التدبير والقرارات تم دراستها لوضعها في الميدان إذن هناك قرارات التي تجسد في القريب السريع وأخرى على المادة المتوسط والبعيد إذن هناك لجانة التي تتابع أسبوعياً هذه القرارات التي ترفع إلى معالي الوزير الأول حتى نشوف تجسدها في أرض الميدان وشكراً وبخصوص وفاة سيدة حاملين بالمثيلة نهاية هذا الأسبوع أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي أن التحقيق الذي فتحته الوزارة سيحدد المسؤوليات وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أولاً أن نترحم على أرواح المتوفيات ونحن بعد سمعنا لهذا المصاب الجلل تم إفاد لجنة وهي ما زادت على مستوى المثيلة إذن نحن في الوقت الحالي ما نقدرش نتكلمه ونعطوه نتائج تحقيق حتى يجينا نتائج تحقيق الشيء الذي نقدر نقوله أن هناك إفادة لهذه اللجنة التي هي على مستوى المثيلة لها تحقق ونعرف الأسباب التي أدت لوفاة هناك مفتشين وخبراء في أساتذة في الطب النساء والتخدير إذن الشيء الذي نقوله أن العطيباء المتخصصين في التخدير والطب النساء كانوا متوجدين لأنهم داروا عملية قيصرية إذن هذا الشيء متأكدين منه إلا أن التحقيق هو الذي سيحدد المسؤوليات والإجراءات ستخذ عنه في هذا المجل الأمن هو قوام كل تنمية والجهود في هذا الإطار لا تكاد تنقطع بعيون لا تنام لأفراد الجيش الوطني الشعبي لتأمين الحدود العين من العامة على الحدود الغربية مع يونس لكحالديب لطالما ارتبط مفهوم التنمية بالأمن وهو ما يحدث على حدودنا الغربية وتحديدا بولايات عامة أربعة ضوائر حدودية مع الجارة المغرب بقراها ومداشرها عرفت مؤخرا عدة مشاريع تنمية لجعلها مناطق آهلة بالسكان ومنتجة اقتصاديا وهذا بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود نحن كشاباب نشوفوا باللي المجهودات المؤسسة العسكرية هي مجهودات جبارة ومتواجدة في الميدان وفي كل مكان وفي كل زمان وبالموازات مع ذلك تتم صيانة بعض الطرقات بإقليم الولاية لتنشيط الحركية التجارية لولايات الجنوب الغربي كبشار وتندوف تحسنة بنسبة الوقت فات الحمد لله وفي كل طرقات عنا فشتلي عنا شوية بزاف قاعد يرون جمو بزاف هذا يطلق فيونا ساجنيين بورز طرق هذا ما كانش معبد مليح والهيوم رأي تحسن شوية مدى بينا يزيدوا يهيئو شوية اقصى غير مرافق هذا ما يقصى وبالأخص أضرار أولف نتمنى هم غير خدموا هذك طريق هرا كسرت لنا كميلنا وريموركاتنا وكل شي كسرتها وهذا الطريق لباس 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 رمليحنا وعلمنا برنامج مسطر مع وزارة الدفاع الوطني وين رأنا نفتحه فيه مسالك ومنافذ على الطرق الوطنية وكذلك الطرق الولاية وهذا من أجل تسهيل حركة القوات الأمنية من أجل مراقبة وتأمين الحدود الجزائرية جدالية الأمن والتنمية تتجلى هنا من خلال الحدود الغربية للجزائر مع الجارة المغرب ارتياح كبير لمسناه وسط ساكنة الحدود الغربية الجزائرية بفضل هذه المشاريع التي فتحت الأفاق وقلصت المسافات بفضل جهود الدولة الجزائرية لخدمة الوطن والمواطن بنادي الجيش ابني مسوس أشرف وزير التربية عبد الحكيم بالعابد بحضور عدد من أعضاء الحكومة على حفل استقبال على شرف النجحين الأوائل في شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 هو تكريم لكل المجتمع الجزائري هو تكريم كذلك للجماعة التربوية ولكل ولكل من يعمل في قطاع التربية هذا النجاح وهذا الحفل ما كان له أن يكون لو لا تضاف الجهود الجميع في قطاع التربية وفي كل أجهزة الدولة نحن الآن واليوم فخورنا أي مفتخار لأبنائنا الذين تحصلوا على معدلات كبيرة وممتازة نشجعهم وهناك إنزال وزاري في هذا الحفل البهيج اعتراف وعرفان بمجهودات أبنائنا وبنتنا وكذلك اعتراف بما بذله أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تحصلوا على معدلات مرتفعة جدا ونسب مشرفة فلا أخفي سعادة هذا اليوم وهو يوم مشهود نفرح فيه جميعا ونسعد فيه جميعا على شرف المتفوقين في مختلف الأطوار التعليمية نظمت ولاية الجزائر حفلا كرمت خلاله أكثر من تمانين متمدرس في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من بينهم دول الاحتياجات الخاصة إلى جانب تكريم عدد من إطارات قطاع التربية والمؤسسات المتفوقة من إطارات قطاع التربية المشترك أكيد النجاح كان ثمرة عمل لعدة سنوات وشكر الأهلي وكل أساتذة وكل من سلامة فهذا النجاح نشكر الأساتذة التوعي وميقارون وصي وأهدي هذا النجاح ليهم نشكر كم الأساتذة اللي كانوا وقفين وكانوا يبخلون شيء اللي كانوا بالمعلومة الصغيرة وكبيرة وفضل الوالدين تاني كيوقفوا معنا العائلة كامل أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية الحادي والثلاثين ديسمبر الفين وأربعة عشر أي المولدين في الف وتسعمائة وأربعة وثمانين ومقبل تتواصل في ظروف جيدة وبهذا السدد ومنذ بداية هذه العملية وإلى غاية الحادي وثلاثين مارس الفين وتسعة عشر ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى مئتين وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعين مواطنا من بينهم تلاتة ألاف وسبعمائة وثمانية وستون مقيما بالخارج وفي إطار الإجراءات نفسها والفطرة ذاتها تم تسوية وضاية تسعمائة وواحد وثلاثين ألفا وثلاثمائة متأخر من الدفعات إلى غاية ألفين وأربعة عشر أخبارنا الدولية تأتيكم مختصرة بتوقيع مريم تابت سحمد بسواحل ليبيا تمكنت فرق الإغاثة من انتشال خمس وخمسون جثة حتى الآن بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين نهاية الأسبوع الماضي القارب كان يقل أزيد من ثلاثمائة شخص معظمهم من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء المفاوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وصفت هذا الحادث بأسوأ مأساة في البحر المتوسط هذا العام أعلنت إيران أنها ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 حتى تتم حماية مصالحها جاء ذلك عقب اجتماع في فيينا بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي لتكون مسألة توطر القائم في مذيق هرموز حاضرة على طاولة النقاش وهذا على خلفية احتجاز طهران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني اهتزت أمس العاصمة الأفغانية كابول على وقع انفجار سهدف مكتب أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأفغاني يتزامن هذا مع انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسية المقررة في سبتمبر القادم أتممنا النشرة الأخيرة هذه الأخبار وأفراد تجدونها على مواقعنا على شبكة الانترنت أطيباً هنا والسلام عليكم